اشتركوا في القناة من المقترحات المطروحة في هذا الإطار وتبادل الآراء والخبرات فيما يتعلق بأفضل الممارسات والابتكارات في تطوير رياضة التنس وجعلها أكثر جاذبية للشباب بما في ذلك تعزيز البنية التحتية وتطوير برامج تطوير اللاعبين الشباب وتعزيز الجوانب التقنية والتكنولوجية المتعلقة بالرياضة بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الاتحاد البحريني للتنس والاتحاد الدولي للعبة والاتحاد غرب أسيا اليوم هو اليوم الأول لدينا العديد من الأجندة ونتمنى أن يتم تطبيقها حسب الخطط الموضوع لتكون المملكة موقعاً عالمياً للعبة التنس اليوم تناقشنا عن ما رأيناه يوم أمس من تجهيزات احترافية وضعنا خططاً وبرامجاً للناشئة ليتم تدريبهم بشكل احترافي للعبة التنس وهناك أرض خصبة في مملكة البحرين ودعم مستمر لتطوير هذه اللعبة يوم أمس من تجهيزات قدمة بشكل احترافية شكرا